ناقش محافظ شبوة محمد صالح بن عديو خلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب الدكتور مونير لمع برامج العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة والهادفة إلى معالجة أسباب توقف العمل في حزمة من المشروعات الرياضية الهامة بمركز المحافظة مدينة عتق وغيرها من القضايا والمواضيع المرتبطة بحق الشباب والرياضة بالمحافظة وأليات تعزيز المناشط المختلفة لهم وتحقيق المقاومات الأساسية للنهوض بهم من جديد وبما يكفل حضور المحافظة ومشاركتها في مختلف المحافظة الشبابية والرياضية وعلى كافة المستويات وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على طبيعة برامج الأعمال المشتركة بين الوزارة والمحافظة وتحديد تدخلات كل منهم في استئناف واستكمال البنية الأساسية للمشروعات الرياضية المتعثرة في مدينة عتق كما وجه بشروع في استكمال مشروعات البنية التحتية لأرضية ملعب الفقيد الخليفي بإعتق واستعدادا لتعشيبه بالعشب الصناعي كأول ملعب معشب بالمحافظة وكلف لجنة برئاسة الوكيل سالم الأحمد بإعداد الدراسة شاملة لإعادة تأهيل بيت الشباب وتجهيزه وتأثيثه بالكامل مؤكدا دعمه لقطاع الشباب والرياضة والعمل على إنعاش الحركة الرياضية في المحافظة وإيجاد مناشط شبابية متنوعة تعود بالفائدة على الشباب وتمنع إنزلاقهم في السلوكيات المضرة بهم وبأسرهم وبالمجتمع